تشعر بالجوع؟ حان وقت تحضير طبق لذيذ في المطبخ لكن قبل البدء في ذلك شاهد بعض الحيال الهدائية الرائعة التي حضرناها لك لتسهيل عملية الطبخ كي ثم رقائق البطاطس والتلفزيون أمران متلازمان ألا تتفق؟ هذا المسلسل غبي سأغير القناة لحظة؟ أين الريموت أصلا؟ كيف وصل إلى هناك؟ أعتقد أني مضطرة لنهض من الأريكة أوه أحب أفلام الأبيض والأسود حسناً كان ذلك صوتاً غريباً ما مصدره صوفياً لقد سحقتي كل رقائق البطاطس بمؤخرتك إلهي كان نصف الكيس لا يزال ممتلئاً أصبحت الآن مجرد حفنة من الفتاة أسف فيكي لما أعلم بيوجود كيس من رقائق البطاطس على الأريكة يبدو أن فيكي غاضبة للغاية تمنى لو كانت هناك طريقة لإعادة إحياء هذه الرقائق من أجل فيكي المسكينة بعد وضع بعض البصل الأحمر المقطع والكزبرة وقطع طماطم وجبنة اكسر بضع بيضات في الكيس مباشرة اتو الكيس قليلاً لإغلاقه ورجه لخلط جميع المكونات معنا ثم ضع الكيس في قدر صغير يحتوي على ماء مغلية بعد حوالي عشر دقائق أخرج الكيس باستخدام ملقة حتى لا تحرق يدك حالما يبرد قليلاً أفرغ محتواه على لوح تقطيع بعد أن تقطعه إلى قطع مربع كهذه ضعود أسنان فيها لتسهيل تناولها أوه كاتشاب فكرة رائعة وفي فترة وجهزة ستأمل أن ينسح قاكيسك من رقائق البطاطس فيكي تعالي لتناول وجبتك الخفيفة إنها جاهزة أنا على وشك إعطائك شيئاً لذيذاً سيزيل هذا العبوس من وجهك هيا جريبي يبدو لذيذاً واو إنه من ألذ الأشياء التي تذوقتها في حياتي عندما تقضي وقتك مع صديقك لا شيء سيشعرك بالحزن إلا في حال نفذ فشارك المفضل هل تناولتها جميعاً؟ المؤسف أن هذه الحبوبة لم تنضج كنت سأتناول المزيد من الفشار هل تفكرين في استخدام الحرارة من آلة فرد شعر فيكي؟ كلا لا يمكنك استعارتها آسفة هيا شاركي ألا تفرد شعر مع صوفيا ستعيدها حالما تنتهي الأمور على وشك أن تفرقع هنا إن كان لديك بعض حبوب الذرة غير ناضجة فحاول وضعها هنا أوه يبدو أن الحبة بدأت تنتفخ هل رأيت ذلك؟ قد نجحت بالفعل لا أستطيع أن أصدق ذلك تفضلي يا بكية يكون ذلك لطيفاً يا صوفيا لا تقلقي فهناك الكثير من حبوب الذرة برأيك لقد حصلت على وجبة خفيفة دون الحاجة إلى النهوض من الأريكة حان وقت تناول وجبة خفيفة صغيرة وشطيرة الجبن هي ما أريد تناوله سوضع الخبز في المحمصة وسيصبح جاهزاً في وقت قصير غريباً هذا الخبز يستغرق وقتاً طويلاً هناك حسناً يجب أن يكون الخبز المحمص جاهزاً الآن ربما علق الخبز هناك يا خبز هل أنت بخير هناك يا رفيقي؟ ما كان ذلك؟ ما الذي حدث يا فكي؟ كنت أنظر لأرى السبب بعد من خروج الخبز من المحمصة وفجأة سمعت صوت انفجار يا إلهي أنا السعيدة لأنك بخير لكن لدينا الآن محمصة معطلة ولا أزال أتدور الجوعاً حسناً أتعلمين؟ قد لا نحتاج محمصة جديدة الآن بعد تمديد بعض القصدير ضع شريحة خبزك المفضلة فوقه بعد إضافة جبنتك المفضلة أضف شريحة خبز أخرى اطوي القصدير الآن بحيث تغطي الشطيرة بالكامل حالما تنتهي من ذلك ضع المكوات فوق القصدير مباشرةً ثم اقلب الشطيرة وفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر حالما تنتهي من ذلك دعها تبرد قليلاً قبل لمسها حسناً حان وقت تناولها انظر إنها جبنة مشوية محمصة بالكامل من الأفضل قطع شطيرة إلى نصفين قبل أن تبرد الجبنة أريني الآن بعض الجبنة الزائبة أوه نعم تبدو لذيذة للغاية فيكي وجبتك الخفيفة الجاهزة من المؤكد أنك أنقذت اليوم هذه المرأة الصوفية أنا سعيدة لأني قررت المرور بمطعم النقانق المفضل لدي في طريقيا للمنزل مرحباً فيكي ما الذي تأكلينه؟ نقانق؟ لا أحب النقانق كثيراً أتساءل عما يجب علي تناوله على الغداء؟ دجاج؟ أوه قد يكون التاكو لذيذاً؟ كلا لقد تناولته ليلة الأمس أوه بانكيك؟ نعم خيار ممتاز ذاكي هل تواجهنا مشكلة مع عبوة الكاتشوب؟ حسناً حان وقت صب الغليط أعتقد أني سأصنع شرائح أكبر هذه المرة أوبس أخطأت الهدف حسناً تبدو هذه الشريحة غريبة هل لا تزالين تحاولين أخراج الكاتشوب من هذه العبوة؟ لحظة خطرت لي فكرة عبقرية هل لديك عبوة كاتشوب فارغة؟ اغسلها بالماء حتى تصبح نظيفة بمجرد انتهائك من ذلك يمكنك صب خليط البانكيك فيها ضع الكمية التي ترغب بها حسب حاجتك حسناً هذه الكمية كبيرة ضع الغطاء وأصبحت جاهزة يمكنك الآن تجنب أحداث فوضى من خلال صب الكمية المناسبة من الخليط في كل مرة هاو هذه الشريحة كبيرة حسناً حان وقت قلبها أحسنتي وفي وقت قصير ستصنع مجموعة من شرائح البانكيك هل كل ذلك طبق لك لوحدك يا سوفيا؟ هل تريدين البعض منها يا فيكي؟ لقد سنعت الكثير يبدو أن الطعام وصل أخيراً ويبدو لذيذاً للغاية لنبدأ الأكل لذيذ للغاية حسناً أعتقد أنه من الأفضل أن أتناول واحدة لحظة ما هي الأصابع التي يجب علي استخدامها؟ حسناً يمكنني استخدامها هكذا هياً هياً لاً أكره وعيدان الأكل الغبية لا تبكي يا فيكي سأعلمك حيلة صغيرة حسناً ضعي عود الأكل على أنفكي هكذا ثم اقلي به واكسريه من المنتصف أصبح الآن أصغر حجماً وأسهل في الاستخدام أترين؟ واه لا يزال العودين متصلين ولن يسقطه حسناً يا قطعة السوشي استعدي لذهابي إلى بطني بعد يوم من السفار من الطبيعي أن تشعر بالكثير من الإرهاق يا إلهي لا أريد أبداً لكوب طائرات مرة أخرى أتناول أي شيء منذ ساعات أتساءل إن كان لدي أي وجبة خفيفة هنا ألا هذا كوب شعيرية سريعة التحضير؟ أعتقد أنه يمكنني أكلها لكن هناك فتحة عملاقة على الكوب مهلاً غلاية ماء كهربائية حسناً أعرف ما يجب علي فعله إن كان لديك كوب شعيرية سريعة التحضير كهذا لكنك لا تستطيع استخدام الكوب فضع الشعيرية مباشرة في إبريق غلاية ماء كهربائية بعد ذلك صب بعض الماء وتأكد من عدم نسيان إضافة كيس البهارات بعد بضع دقائق ستصبح لديك شعيرية جاهزة للأكل رائحتها الشعية سأحرك الخليط قليلاً كل هذه الشعيرية لي لا يوجد لديك وعاء؟ لا بأس يمكنك أكلها مباشرة من الإبريق لذيذة يا إلهي تحضير طبق الأنشلادة من الصفر أصعب مما توقعت ربما يجدر بي الاندماج أكثر في الطبق غريب بعض الشيء لكن أيما ينصب كيفاكي وبعد الانتهاء من الرقص مباشرة يمكنك تحضير الجواكامولي لدي أفوكادو هنا حسناً يبدو أن جميع المكونات الأخرى موجودة عما قريب سأحصل على الناتشو لذيذة نحظة؟ ستصل صفية إلى المنزل بعد خمس دقائق؟ لا أعتقد أني سأتمكن من إنهاء تحضير كل ذلك على الوقت هل يوجد شيء هنا يمكنه مساعدتي؟ أحد هذه الأكياس قد يكون مفيداً أوه نعم سيؤدي هذا الغرض بالتأكيد في كيس بلاستيكي كبير كهذا صب كل المكونات التي تحتاجها لصنع الجواكامولية بمجرد وضعها هناك أغلق الكيس بإحكامه حان الآن وقت الجزئية الممتعة هرس كل شيء بيدك استخدم أصابعك لهرس الأفوكادو وسحق المكونات معنا بمجرد الانتهاء من الهرس ادفع كل الخليط لقاع الكيس لكن بدلاً من فتح الكيس قص فتحة صغيرة في زاويته وبهذه الطريقة يمكنك تجنب إحداثي فوضاً أثناء أسك بالجواكامولي في أوعية التقديم لنبدأ الغمس لحظة؟ هذا أفضل لذيذ جداً هل هذه صفية؟ من الأفضل أن أعزمها على الوليمة هل جعلتك أي من هذه الحيل الغذائية تتدور جوعاً؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك عشاق الأكلة ولا تنسى الاشتراك في قناة 123GO بالعربي على اليوتيوب لتشاهد المزيد من النصائح والحيال الرائعة ترجمة نانسي قنقر